موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله السيدات والسادة مشاهدين الكرام برحب فيكم في بداية حلقة جديدة من حكاية سيارة واليوم بطلت حلقتنا ملكة وعلى رأسها تاج وكان لها ملايين المحبين والأنصار حول العالم لكن شمس الملكة بعد ما قربت من ستين سنة من الشروق اللافت غربت الغروب الأخير عشان تفضل قصتها في كتب التاريخ تفكرنا دائما برحلة الملكة فورد كراون فيكتوريا نجمة حلقتنا اليوم كراون فيكتوريا حضرات السادة المشاهدين من أشهر السيارات الأمريكية في تاريخ فورد ونقدر نقول أنه مجد كراون فيكتوريا الحقيقي حققته في الشوارع وداخل كل المدن في العالم كراون فيكتوريا ظلت سنين ملكة أحلام ناس كتير وتعتبر آخر سيدان أمريكية تقليدية بدفع خلفي يتوقف إنتاجها وكمان كراون فيكتوريا ظلت سنين واحدة من نجمات هاليوود وكيف لا؟ وهي كانت حتى وقت قريب سيدت سيارات العوائل الخليجية وسيارات الشرطة والتاكسي في أمريكا ولو حبينا نبدأ قراءة أول سطور تاريخ فورد كراون فيكتوريا حنشوف أنه شركة فورد عام 1955 قدمت طرازات متنوعة من السيارة بيرلين أربع بواب وبابين ولكنها كانت بحاجة لإسم خاص لأعلى طراز فل في البرلين واللي كان مجهز بالسقف الزجاجي محاط بقوس حديدي يشبه التاج الملكي وهنا قفزت فكرة اسم فورد بيرلين كراون فيكتوريا وتعني تاج الملكة فيكتوريا ملكة بريطانيا العظمى الأسبق واستمر طراز الفل تحت هذا الاسم حتى عام 1957 لما انتم الغاء السقف التاجي واستبداله بطراز هورتوب وهنا كان موع الظهور الجيلي الأول لفورد كراون فيكتوريا وبعد مرور 23 عام وفي عام 1980 بدأت فورد عملية عادة هيكلة لسيارتها السيدان الشهيرة LTD واللي كانت المنافس المباشر لشيفرولي كابريس وكرايسلر نيويوركر من فئة السيدان كبيرة الحجم لكن ظهر وقتها لفورد إنها محتاجة اسم جديد لسيارتها بدل الرموز والحروف الغامضة أحياناً وجد الفرصة مع صدور طراز تارغا نصف كشف للكوباء والسدف المكسو بقماش الفينيل ومع أقواس الكروم المحيطية وهنا تم استعادة اسم كراون فيكتوريا من جديد يعني اللي حصل إنه فورد قدمت سيارتها LTD كموديل لعام 1980 تحت مسمى كراون فيكتوريا والمسألة ما كانت مجرد استبدال حروف بأسماء لكن التغيير الحقيقي بالسيارة كان نتيجة عمل وابحاث مستمرة تضمنها برنامج داونسايز للبحث والتطوير والقائم على عيادة تصغير وزن السيارة السابقة لتوفير استهلاك الوقود بسبب أزمات النفط المتلاحقة على أثر حرب أكتوبر 1973 واللي استمرت تبعاتها الاقتصادية لحد نهاية حقبة السبعينيات ونفس السيناريو حصل مع شابرولي كابريس وكرايسلر نيويوركر ولكن كرايسلر خرجت من المنافسة بسبب انهيارها الكبير عام 1981 حصل الهيكل الجديد لكراون فيكتوريا على شكل صندوقي يناسب هوية الثمانينيات القادمة وزن أخف 454 كيلو جرام عن السابق ومحركين 6 سلندر و 8 سلندر بسعة 5 لترات الشهير وناقل حركة آلي 3 سرعات مع طرازات 4 و 2 أبواب وستيشن واقن وطراز الشرطة الخاص للمطاردات والتاكسي وممكن أغلب المشاهدين راح يستغرب انه ليش هذا التراز ما كنا نشوفه زمان وفين كان مختفي والجواب هو انه سيارات فورد كانت مقطوعة في الدول العربية بقرار من الجامعة العربية بسبب بناءها مصنع في اسرائيل عام 1968 واستمر الحال على ما هو عليه حتى فك الحظر عام 1987 وإذا كان في تاريخ كل سيارة شهيرة لحظات مفصلية ومؤثرة في مسيرتها فهذا حصل مع كراون فيكتوريا عام 1988 لما انحصلت على أول تحديثات منتصف عمر شبه جذري والأمر الثاني انها وصلت سوقنا السعودي كأول كراون فيكتوريا بعد فك حظر جامعة الدول العربية اللي كان مفروض على فورد المهم من التغييرات الجديدة شملت واجهة مهيبة وتعديلات انسيابية لبعض الأجزاء الحادة في الهيكل واستبدال شعار حروف فورد بشعار فورد الأزرق الشهير البيضاوي ونفس هذه التحديثات شملتها شقيقتها ميركري جراند ماركيز ولينكون تاون كار واشتدت المنافسة بين أضلاع مثلث صناعة السيارات الأمريكية وفي عام 1992 أطلقت فورد الجيل الثاني من كراون فيكتوريا وقبلها بسنة دشنت شابرولي جيل جديد من كابرس وكانت سيارة كراون فيكتوريا الجيل الثاني شي مختلف تماماً عن المعهود من حيث الانسيابية الكاملة بدل الشكل الصندوقي اللي ما عاد مقبول وقتها وكمان ألغت فورد طراز الواجن والكوبي عشان تتفرق لتطوير طرازات أخرى أهم في الجزئية هادي مثل تورس الواجن وإكسبلورر اللي كانت على وشك الظهور طبعاً شهية فورد انفتحت شوية على كراون فيكتوريا ومنحت الجيل الثاني محرك 8 سلندر جديد بسعة 4.6 لتر بدل المحرك السابق اللي كان 5 لترات وزادت قوة السيارة 40 حصان إضافية يعني وصلت الـ 210 حصان مع ناقل حركة آلي جديد من 4 سرعات وفداك الجيل ركزت فورد على تطوير طراز الشرطة الخاصة للمطاردات تحت اسم P71 واللي جد بقفص حماية داخلية وإضاءة جديدة وبمحرك الطراز العادي لكن معدل بقوة توصل 253 حصان واستمر هذا الجيل على خطوط الإنتاج من عام 1992 حتى عام 1997 وأنتجت منه فورد أكتر من 670 ألف سيارة وكانت الأسواق الرئيسية لكراون فيكتوريا في أمريكا الشمالية وأسواق الخليج العربي حضرات الساد المشاهدين زي ما قلنا في نقاط تحول تاريخية في مسيرة ملكة سيارات السيدان كراون فيكتوريا وقبل الألفية الثالثة وتحديدا عام 1997 طلعت فورد الجيل الثالث من كراون فيكتوريا كموديل لعام 1998 وصارت كراون فيكتوريا وشقيقتها ميركري جراند ماركيز هم المسيطرين على ساحة السيدان الأمريكية كبيرة الحجم اللي حصل أنه شيفرلي كابريس اتوقف إنتاجها وفشلت كرايسلر كونكورد في تحقيق أي نجاح لأنها كانت نسخة أوروبية باهتة هنا استغلت فورد فرصة خلو الساحة من أشرس المنافسين ودشنت الجيل الثالث من كراون فيكتوريا بهيكل صار أكبر وأعرض وبنفس المحرك وناقل الحركة السابق وغيرت في أنظمة التوجيه والمساعدات وزودتها بإضاءة أمامية وخلفية أكبر وكانت النتيجة مبيعات كبيرة حققتها الملكة كراون فيكتوريا خاصة لأجهزة الشرطة الأمريكية ولشركات التأجير العالمية وصلت مسيرة كراون فيكتوريا لبداية الألفية الجديدة ودخلت من بوابة القرن الواحد والعشرين وهي مسيطرة تماما على الأسواق لكن زي ما بنقول دايما عند التمام يبدأ النقصان والنقصان بدأ لما انظهرت أسماء جديدة في ساحة السيدان وبمحركات 8 سيلندر قوية في السوق الأمريكي وكمان الخليجي هنشوف مثلا أن شركة جيل موترز رجع التاني شفروليه الكابريس من بوابة فرعها الأسترالي هولدن ووقتها كانت كابريس مخصصة فقط للسوق الأسترالي والنيوزيلندي والجنوب أفريقي والأول مرة تتصدر خارج الأسواق هذه بمقود في اليسار وطبعا أي قوة جديدة بتظهر في أسواق السيارات بتاخد من رصيد القوة الموجودة ومن هنا بدأ مؤشر مبيعات كراون فيكتوريا في التراجع وكعكة السيدان كبيرة الحجم صارت مقسومة مش بس على كراون فيكتوريا وكابريس لكن كمان دخلت على الخط وبأسواقنا الخليجية عام 2005 كرايسلر C300 وبمحرك 8 سيلندر هيمي الخارق وكان من الواضح أن المنافسين كسبوا أرضية كبيرة وبسرعة وظهروا أكتر نشاط وحيوية من كراون فيكتوريا اللي ظلت متأخرة وحابسة نفسها داخل تقاليد تصميمية وتكنولوجية بتعود أحيانا لخمسينيات وستينيات القرن الماضي مشاهدين الكرام علمنا التاريخ أنه لما نوصل لقمة التل فالخطوة الثانية هي النزول وهذا ما حصل مع كراون فيكتوريا إنه هي على القمة المنفردة ظهرت كابرس العائدة بقوة وكرايسلر C300 اللي بيطنبط بالحيوية أما الضرب الأقوى فكانت بقبضة عضلات دوج لما أطلقت طراز تشارجر اللي فضلته أجهزة الشرطة في أمريكا وأصبح المنافس الشرس لكراون فيكتوريا وبتتوال الصدمات وفي عام 2009 كابرس رجعت تاني سيارتها C9 المخصصة لأجهزة الشرطة وفي عام 2011 وبعد تراجع شديد في مبيعات كراون فيكتوريا وضعف محركها الـ 8 سلندر مقارنة بالمنافسين اضطرت فورد إنها تعلم بنفسها لحظة الرحيل الأخير لملكتها تاريخية كراون فيكتوريا اللي خرجت آخر سيارة منها من خطوط الإنتاج بمصنع فورد في أونتيريو بكندا وبكده تغرب شمس كراون فيكتوريا لتخرج الملكة من مواكب الطرقات وتسلم نفسها لكتب التاريخ وللموثقين لهم الأحداث وفي الختام أسأل الله أن يتم علينا جميعا نعمه وفضله وكرمه واجمعنا دوما على الخير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة